السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بقى الشيء نكمل تقريباً هذا الشابتر اللي هو CC++ ال... 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 حنحول على شكل الشابترات يعني أنا فكرت إنه الجزء الأول نكملنا للCC++ حن... ننتقل الآن إحنا في ال... 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 الموضوع الآخر أيضاً حنعملها على شكل شيء مستقل حتى للناس اللي تبحث عن موضوع معين؟ ممكن تجدها ما يحتاجنا ويبحث باللستةlaughs هنانا احنا بنلاحظ إنه احنا بنستخدم الدو اوكي؟ احنا بنستخدم هنا ن نستخدم الدو وائل آه... ابنعمل إنتَ COUNT zero أو إنت... COUNT يساوي صفر هذا نوع آخر من التعريف عن متغير إذا كان الCOUNT يساوي يساوي ثمانية حيستمر STDCOUT بينما تعمل زيادة للرقم على أنه هذا الرقم مفروض يكون أقل من 17 خلونا نعمل هنا Save نعمل هنا Compile وبعد ذلك نعمل هنا Run لاحظ هنا اشتغل ليه لأنه احنا هنا بنخلي ال-F ال-Continue ينتقل للمرحلة الأخيرة While في السابق ال-While كان في البداية الآن ال-While في النهاية هاي الطريقة الصحيحة في استخدام ال-Do-While مع من؟ مع ال-Continue تجي أول مرة تقول لها End Count تعطي لها قيمة مثلا صفر أول شغلة تقوم بتنفيذ هذا الكود إذا كانت القيمة تساوي ثمانية هنا أعبر كل هذا وانتقل لل-While في المثال السابق المشكلة أنه احنا في ال-Continue حنشتاس كل هذا وهنا ال-Continue مش حيزداد هاي المصيبة هذا لماذا لم يعمل السبب واضح لأنه هنا لما يقول لك ال-Count يساوي 6 وبعد ذلك ال-Continue ال-Continue حيلغي كل هذه الأكواد وحيرجع من جديد لل-While لما يرجع من جديد لل-While في ال-While ال-Count بقى 6 لم يتم جمعها فلهذا سيقول لك 6 و 6 أصغر من 10 ويرجع لل-F و ال-F يقول لك Continue يرجع مرة أخرى 6 أصغر من 10 ويرجع لل-F 6 أصغر من 10 ويرجع لل-F هذا هو المشكلة بينما في الأسفل لا هنا أحنا بنتطلب من عنده ويقوم بالتنفيذ لما يصل ال-Continue حلغي هذا السطر صح؟ لما يصل للرقم الثمانية حيتم الغاء هذا السطر فقط لأنه هذا اللي موجود في ال-Do لما يرجع لل-Wire في ال-Wire أنا بطلب من عنده زيادة plus plus count هنا حيتخلص من عبودية الرقم الثمانية وحيتحول لرقم تسعة ويبدأ يحسب ويستمر بشكل صحيح فإذاً بهذه الطريقة أنا أتفادة مشكلة ال-Infinity loop بسبب ال-Continue لما أستخدمها مع ال-Wire أوكي فهنا أنت عندك حالات كثيرة تستخدم فيها ال-Continue تستخدم فيها ال-Break إن شاء تكون هذه الأمثلة كانت وافحة كيف نستخدمها وأيضاً في عدنا أيضاً مثال آخر لو جينا هنا عملنا هذا comment وننزل للأسفل هذا مثال أخير هنا نحن بنطلب أوكي هنا نحن عملنا count صفر while true هذا Infinity loop صح؟ هنا نحن بنقول true بمعنى أنه دائماً صحيح لكن خلينا نشوف كيف نوقف البرنامج هنا نحن بنطبع اختر أي مفتاح أو اضغط على ال-Q لإلغاء البرنامج بناخد هذا الحرف نضعها في داخل البرنامج نجي نعمل تحقيق إذا كان الكلمة أو الحرف اللي تم إضافة character هو ال-Q وقف البرنامج كل هذا حينتهي في حالة لم يتم وضعها خلاص حنعمل plus plus حنطلب مرة أخرى مرة أخرى حنطلب من عنده الكتابة الحرف خلنا نجي هنا نعمل compile نجي نعمل هنا run هيبنا طيب نجي نضيف مثلا حرف ال-W لاحظ loop one W A D مثلا لاحظ C بيظل بيظل ونفس الوقت يقولك كم مرة أنت بتعمل loop هذا حيستمر معناه النهاية لأن ال-while هو true إلا إذا وضعت حرف ال-Q enter وقف البرنامج فيه كثيرا يمكن تعمل عن طريق ال-break وعن طريق من عن طريق ال-continue أشياء كثيرة ممكن تفيدك في برنامجك في داخل C++ C++ رائع جدا أكثر مما تتخيله اللغة جدا رائعة جدا قوية تعتبر من اللغات العريقة جدا واللي صار لأكثر من 30 سنة يتم استخدامها C++ لا يستهن بها فلحد الآن يتم استخدامها في الشركات العملاقة في الشركات طبعا هذا كل الكود حيكون عادكم موجود حيتم رفع على الموقع حيكون عادكم موجود فأي أحد يحاول يخدعك نوع C خلاص انتهى هذا غلطان مجرد تدخل على linkedin أو تدخل على أي موقع فيها البحث عن C++ حتلاحظ الناس والشركات بالمئات يبحثون عن مطورين C++ C++ لغة جدا عملاقة عريقة جدا تأخذ مساحة كبيرة خصوصا في الهاردوير أيضا دخلت في تطوير الموبايلات عندك الاندرويد NDK هذا أصلا بالC والC++ عندك حتى في برمجة Artificial Intelligence ذكاء الصناعي Intelligence بيستخدم C++ كذلك مع الdatabase ممكن تستخدم C++ الـ QT واجهة جميلة جدا جدا رائعة أيضا بتستخدم C++ ممكن تطور فيها واجهة بـ C++ بـ C++ جدا رائعة جدا جدا رائعة وهنا نكون ختمنا بشكل كامل المواضيع الـ Control Statement ننتقل إن شاء الله لمواضيع أخرى بعد الـ Control Statement لا لا لا